أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة وكلفه بالتكاليف الشرعية أوجب عليه بعض الأمور ونهاه عن بعض الأمور ثم إن الإنسان إذا التزم هذا المنهج فأدى ما افترضه الله عز وجل عليه وابتعد عما نهى الله عز وجل عنه كان سائرا على الصراط المستقيم وإذا ما خرج الإنسان عن هذا الصراط وارتكب بعض المخالفات فقصر في المفروضات أو فعل الأمور المنهية فإن عليه أن يبادر بالتوبة عليه أن يبادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى وعد الناس أن بابه مفتوح دائما باب الله عز وجل مفتوح كل من أراد أن يدخل منه فليدخل فالله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه وهو يبين عظم فضله على خلقه وأنه يقبل الرجوع مهما كان الفعل ومهما كان الذنب يقول الله سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فكل إنسان أسرف كل إنسان فعل شيئا ما من الأشياء التي نهى الله عز وجل عنها إن عليه أن يعود إلى ربه إذا عاد إلى الله سبحانه وتعالى وإذا عاد إلى الطريق المستقيم فإنه يجد الباب مفتوحا أمامه الإسلام يدعو الإنسان إلى عدم اليأس لا يوجد يأس في الإسلام لذلك الله سبحانه وتعالى في آية من آيات القرآن الكريم يوضح فيها أنه مهما أسرف الإنسان ومهما وقع في المخالفات ومهما أذنب فإن عليه أن يرجع وأن يتوب وأن يصحح وأن يجدد العهد مع الله عز وجل وأنه إذا فعل ذلك فإن الله عز وجل يقبل رجوعه ويتوب عليه يقول الله عز وجل وهو يبشر خلقه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل الأعلى في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستمرار على الطاعة فيبين لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله عز وجل في اليوم سبعين مرة وفي رواية مئة مرة مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذنبا بل إنه دائما وأبدا سائرا على طاعة الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا يجدد العهد مع الله عز وجل إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة وفي رواية مئة مرة ولذلك فإن كل إنسان وقع في خطأ ما عليه أن يعود إلى ربه وأول طريق للرجوع إلى الله عز وجل الاستغفار الاستغفار معناه أن يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عما فعل والإنسان إذا فعل ذلك سيجد الباب مفتوحا أمامه سيجد الرحمة الإلهية تغمره فإن الله سبحانه وتعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إن الاستغفار أيها المشاهد الكريم أحد أمرين وضعهم الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وضع لهذه الأمة أمانين أمانان وضعا لهذه الأمة وهذا محض فضل من الله عز وجل إن الله عز وجل وضع لهذه الأمة أمانين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فالأمان الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى بقي الاستغفار ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مضيت يعني إذا لحقت بالرفيق الأعلى بقي الاستغفار إلى يوم القيامة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عرض علينا ما وقع من إبليس حين كلفه الله عز وجل وأمره بالسجود لسيدنا آدم إبليس أبى ورفض كان في مقابل ذلك أن طرده الله عز وجل من رحمته وقف إبليس فقال وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم وإذ بالفرج الإلهي وإذ بالكرم الإلهي يأتي فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني فطالما أن الإنسان يستغفر الله عز وجل فإنه سيجد الباب مفتوحا سيجد العفو أمامه سيجد القبول أمامه وسيجد عفو الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق الله العظيم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا إنه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته